اشتركوا في القناة اعظم كتابين عند اهل السنة والجماعة بعد كتاب الله تبارك وتعالى وهي عبارة عن احاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء من قوله او فعله او تقريره وقد اجمعت الامة على قبول ما في الصحيحين اي ما في البخاري ومسلم واما بالنسبة للدين او عقيدتنا او اعمالنا من صلاة وصيام وزكاة او هل نكتفي بالقرآن ام نحتاج الى السنة فلا شك ان السنة تأتي مؤكدة لما في كتاب الله تبارك وتعالى وتأتي مبينة شاريحة مفسرة وهذا هو الاصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتأتي مضيفة تضيف احكاما لم تأتي في كتاب الله تبارك وتعالى فمن قال انه يكتفى بالقرآن دون السنة فهو مكذب لقول الله تبارك وتعالى ما اتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانته فهذا لم يأتي او لم يأخذ بما اتى به النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الله تبارك وتقول اطيع الله واطيع الرسول والذي رد السنة لم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك نص أهل العلم على أن من رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقال نكتفي بالقرآن فقط فإنه كافر بالله تبارك وتعالى بل لا بد أن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وهي السنة النبوية المطهرة وصفة الصلاة كمثال لا نحسنها إلا من خلال السنة الله تبارك وتعالى قال أقيم الصلاة ولم يقل لنا أو لم يخبرنا كيف نقيم الصلاة ولم يحدد لنا أوقاتها ولا أنواع الصلاة مغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر متى نصلي الظهر متى نصلي العصر كيف نصلي الظهر كيف نصلي العصر كم ركعة كل هذا أن من أخذه من السنة وهلا الذين يقولون لا نأخذوا إلا ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى لا أعتقد أنهم يصلون أو أنهم يخالفون ما يعتقدون أو ما يقولون وكذا بالنسبة للزكاة وكذا بالنسبة للصيام والحج إنما تأخذ هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتفصيل هذا يطول